مشاهدين المحترمين السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم التي يناقش فيها آخر التطورات المرتبطة بفيروس كورونا طبعا في الجزائر التي تنتظر وصول جرعات اللقاحات الجزائر حتى الآن طلبت لقاحات من كل من روسيا أي لقاح سبوتنيك خمسة و أيضا من الصين سينوفارم و أيضا لقاحات من علامة أسترازينيكا البريطانية التي تنتجها جامعة أوكسفورد طبعا سنناقش هذا الموضوع و موضوع آخر ربما في معظم أجزاء هذه الحصة حول الكورونا في العالم كثير من التصريحات من مسؤولين الصحيين وحتى غير الصحيين من السياسيين تتحدث وتشير بوضوح إلى أن إجراءات الإغلاق لا تزال متبعة و ستتبع في الأيام المقبلة و ربما بعض الدول ستلجأ إلى مزيد من الإغلاق نتحدث عن هذه الظروف التي دفعت هذه الدول إلى اتخاذ الإجراءات خصوصا أن المفوضية الأوروبية قد نصحت مواطني الدول الأوروبية بعدم التنقل جوا خصوصا بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها قالت عليهم الحذر من التنقل إلا في التنقلات اللازمة و الواجبة و الضرورية نتحدث هل فعلا السلالات الجديدة بدأت تؤرق أكثر خصوصا أمس كبير المستشارين في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتي وهو الذي كان في نفس المنصب في إدارة دونالد ترامب إلى أن الرئيس الجديد جو بايدن احتفظ به فاوتي في أول تصريح صحفي عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا تحدث بلغة يمكن أن نقول أن فيها نوع من التخوف و نوع من التفاؤل التخوف أن هذه السلالات الجديدة لا تزال لم تكشف بعد عن كل خصائصها ولكن حتى الآن يقول فاوتي أنه اللقاحات وهو يعول على اللقاحات أنه بإمكانها أن تعالج هذه السلالات الجديدة و أن تتصدى لها في الجسم البشري هناك أيضا جدل هذه المرة رياضي حيث صحيفة تايمز البريطانية أعلنت بأنه ممكن أن يتم إلغاء أولمبياد توكيو أولمبياد توكيو كان من المفروض أن يكون في صيف عام 2020 أجل إلى غاية 2021 في الصيف المقبل حتى يتم احتواء أزمة كورونا لكن يبدو أن الجدل لا يزال مستمرا رئيس وزراء الياباني نفى هذه الأخبار و قال أنه عنده أمل و عنده ثقة في اللقاحات حتى تتمكن من احتواء هذه الجائحة العالمية وبالتالي يتم تنظيم هذا الأولمبياد على شكل المطلوب خصوصا أيضا نتحدث عن تقارير صينية هذه المرة تحدثت أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا خصوصا في القارة الإفريقية نسبة الوفيات فيها أكثر من المعدل العالمي نتحدث عن الأخطار ربما لهذه السلالات الجديدة و نقاط أخرى متعلقة بنظرية المؤامرة وسياسات التلقيح المتبعة في مختلف دول العالم مع الدكتورة ميس عبسي وهي باحثة في جامعة أوكسفورد البريطانية التي تنضم إلينا مباشرة عبر سكايب من لندن في المملكة المتحدة دكتورة ميس عبسي مساء الخير مساء النور و شكرا للاستضافة فقط تصحيح بصيد أنا أعمل بالكلية الملكية في لندن في الكلية الملكية نعم نعم الكلية الملكية طبعا أهلا بك طبعا هي أيضا من الكليات المرموقة طبعا على غرار أوكسفورد أهلا بك دكتورة إذن دكتورة عبسي إذن العالم اليوم بين التفاؤل أنه خلص اللقاحات جاهزة و حمالات التلقيح بدأت و مستمرة في كثير من الدول لكن في المقابل نجد قرارات في الاتجاه الآخر في اتجاه الغلق ثم الغلق ثم التخوف إجراءات مثلا مثل المرسيم التي وقع عليها بايدن فورا وصوله إجراءات الوقاية من كورونا و إجراءات فرض الكمامة طحيح نحن لا نستطيع أنه بنهاية العام الماضي بدأت في عنا خلينا نسميه هو موء اسم العلم الدقيق سولالي لأنه الفيروس ما تغير يعني بشكل جذري وإنما تحور يعني بالإنجليزي بارينت عفوا يعني بالإنجليزي بارينت يعني هو ليس سولالة صحيح لكن إذا الناس عم تسميه سولالة خلين نقول سولالة اللي هي ظهرت في بريطانيا بي وين وين سيفن طبعا بسعفوا أنه هي أكيد أسرع انتشار تقريبا 50% من السولالة السابقة وظهرت أيضا في عدة دول وحاليا نعم تتشر كثير بأمريكا هلأ فيه من ناحية الخطورة عم تسبب أيضا إصابات بنسبة أكبر مثل ما آخر الإحصائيات في الأعمار ما بين 18 و25 بالمقارنة مع السولالة السابقة أيضا بالنسبة للأشخاص اللي فوق العام الـ 65 تقريبا يثبتوا بضعف بالمقارنة مع السولالة السابقة فيه احتمال لكن هلأ غير مؤكد أنه ممكن تؤدي إلى وفيات أعلى لأنه لا ننسى لما يكون في عنا انتشار أو كمية الفيروس اللي عم تنطرح من الشخص كميته كبيرة بالجهاز التنفسي لألوي فهو عم ينتقل بشكل أسفع بين الأشخاص ففيه احتمال أنه يكون في عنا إصابات أكثر وممكن يكون في عنا إصابات أكثر بالمشافي وبالتالي أن الوفيات أعلى هلأ هون لازم ننتبه أنه في عنا ثلاث أشياء أساسية حاليا من هالأشكال شوي لازم ننتبه من ناحيتهم الأولى هي البريطانية وهي بالدراسة من أسبوع نشارتها أنه جربوا تأثير أو فعاية اللقاح عليها فاللقاح من نسبة للقاح بايزر بالتحديد هو فعاية ضد هذه لأنه نحن نتغير صيفي تغير بالفيروس مباشرة نسأل عدة أسئلة هي ترى أن الفيروس هل هو مميز أكثر هل هو بسبب إصابات بشكل أشد هل هو بغير فعاية اللقاح ضده هل هو بيهرب من جهاز المناعة يعني جهاز المناعة ما بيقدر تصداله فحاليا كل هذا بالنسبة للسلالة تبعيز بريطانيا ونفسها تنتشر بأمريكا يبدو أنه اللقاح فعاية ضدها لكن كما ذكرت أنه انتشاره كثير واسع وممكن فيه احتمال أن الوفيات يزيد بنسبة الوفيات لكن الشيء الشوي مقلق بالنسبة للعلماء حاليا هي السلالة التي ظهرت بجنوب بالنسبة للبرازيل اسمها P1 والثانية الموجودة بجنوب أفريقيا لنشرت الدراسة أول البارحة أنه خاصة جنوب أفريقيا أنه هاي السلالة قلنا نقول سميها أنه بتهرب من تأثير الأجسام المضادة بالمعزولة من أجسام متعافية يعني نحن لما الأشخاص كانوا مثل ما بتاعفوا بالسلالة الأديمة وحتى تبعيز بريطانيا لما الشخص يصاب بالكوفيد بصير عنده مناعة على مدة تقريبا على الأقل حاليا 8 أشهر يعني الشخص ما بصير عنده إصابة مرة تانية الحاليا الشيء اللي شاهدوا بالنسبة لجنوب سلالة جنوب أفريقيا وقت بعرضوه للأجسام المضادة من الناس اللي تعافوا من الكوفيد ما بيأثر فيها طبعا فيه دراسة صينية نشرت أمس دكتورة ميس عبسي تتحدث أنه نسبة الوفيات في القرى الأفريقية أعلى من المعدل العالمي وربطت هذه الدراسة الصينية هذه النسبة الوفيات بالسلالة التي تنتشر في هذه الدول الأفريقية صحيح كما ذكرت بنسبة لسلالة جنوب أفريقيا موضوع مختلف هل تشترك مع سلالة بريطانيا أو شكل المتحول بريطانيا بطفرة أو طفرتين لكن عندها أيضا طفرة إضافية هي اللي كما ذكرت أنه هي مقلقة نوعا ما لأنه بالدراسة ثبت حتى الآن أنه بالمخبر خلينا ننتبه بالمخبر أنه ما بيأثر فيها الأجسام المضادة من أجسام المتعافي وما بيأثر فيها بعض الأجسام المضادة اللي تم تطهولها كعلاج لكن حتى الآن مو معروف إذا كان هذا السيناريو بينطبئ على اللقاح حاليا نعم بتم تجربة إذا كان الأجسام المضادة بجنوب أفريقيا أو لا لذلك هلأ موضوع أنه احتواء عدم انتشار هذا السلال كثير مهم مثلا هلأ نحن في بريطان يعني تقريبا 29 إصابة ولهيك مثل ما عرفت عفوا أنه تسروا الحدود ما بقى فيه طيران نفس الشيء أنا بعتقد بهالوقت موضوع كثير مهم أنه 3 أشياء أساسية فيه عندنا موضوع الموبيليتي يعني موضوع التحرق بين الدول ما لازم يكون أبدا يعني لازم يكون وقف للطيران الشيء الثاني فيه عندنا موضوع الباكسينيشن لازم يكون موضوع التطعيم بشكل أسرع سأتحدث حول التطعيم إن شاء الله في الجزء الثاني دكتورة عبسي لكن الآن ربما نربط هذه السلالات الجديدة بتطورات انتشار هذا الفيروس خصوصا أنه بالنسبة لمن تعرضوا للإصابة بالفيروس في فترة سابقة ثم الآن إصابة ثانية الدراسات أيضا دكتورة تحدثت أنه هذه السلالات الجديدة مثلما تفضلت تهرب بعضها يهرب من الأجسام المضادة وبالتالي هنا المخاوف تكمن أنه ليست لأنك أصبت وتعافيت من كورونا أنك عندك مناعة لهذه الشهور حتى هذه الشهور ربما السلالات الجديدة ستحرمنا منها لا بالنسبة ل خلينا نحكي يعني وحدة وحدة بالنسبة ل بريطانيا بالدراسة ما في حتى الآن دليل على إصابات أنه إصابة برة تانية يعني هذا نسبة جدا جدا ضئيلة وحتى بالنسبة خلينا نحكي بالنسبة للبرازيل وجنوب أفريقيا حاليا ما عنا أرقام لنعرف أدي هي نسبة إعادة أو الإصابة مرة أخرى لكن من حيث المبدأ طالما أنه هي عم تهرب أو ما عم تأثر فيها الأجسام المضادة فيه احتمال أنه تصير العدوى فيها مرة أخرى لكن ما عمنا البيانات حاليا حتى نكون علميين لازم ننسبة أنه مو بالضرورة حتى إذا ما كان بيأثر فيه الأجسام المضادة أنه تكون اللقاح غير فعال تماما ممكن تنخفص فعاليته بشكل بسيط أو كبير لكن ما بيكون اللقاح هذه الفعالية نهائيا ضد هذه السلالات الجديدة يعني لازم يكون فيه تغيير كتير كبير بالفيروس لحتى أنه نقول اللقاح غير فعال ما بعث هذا الشيء رح يكون بالنسبة حتى لهذه السلالات الجديدة طبعا هذا تقريبا نفس الكلام الذي قاله أمس أنتوني فاوتي كبير المستشارين بخصوص الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية هو تحدث عن فعالية اللقاحات لكن في نفس الوقت قال أنه هذه السلالات الجديدة تبقى تشكل عام القلق خصوصا أنه انتشارها في حوالي عشرين ولاية أمريكية صحيح حاليا مثل ما ذكرنا أنه انتشار السريع هو مقلق لأنه عم بيحط الضغط كتير كبير على الأنظمة الصحية فهو التخوف إذا كان النظام الصحي أنه يوصل لمرحلة أنه ما يستوعب الحالات المتزايدة ولهيك نحن فكرة الحجر وفكرة الأغلاق هي لغاية مننا أن تخفيف الضغط على النظام الصحي لحتى ما ينتهي فينا الأمر أنه زيادة نسبة الوفيات بشكل كتير كبير وبالتالي ينبغي الآن إجراءات الوقاية أن تعزز أكثر مثل ما فيه تحورات ينبغي أيضا أن فيه تمسك أكثر بإجراءات الوقاية دكتور أكيد أكيد نحن لازم ننتبه حتى لو بدأت عمليات التلقية وحتى على مجال واسع نحن موضوع إجراءات الوقاية التباعد والماسك والتهوية هذه لازم تهوية المكان لازم يكون تمر معنا لعبة أشهر لحتى يتم تطعيم أسوأ العدد ممكن وأنا هنا أحب أن نرده بالنسبة لهذه السلالة الجديدة وخاصة نحن في صفة الشتاء حاليا يعني موضوع أولا تهوية المكان كتير مهم لأنه إذا كان حتى بالدراسة العلمية إذا أنت موجود في مكان مغلق فموضوع التباعد مسافة مثلين ما بتكفي لازم تكون أكبر من هيك موضوع الماسك المصنوع فقط من طبقة واحدة من الأفن هذا ما بيساعد خاصة مع السلالة الجديدة يعني أخذنا مثلا مثلا أستريا وألمانيا الإجراءات حاليا سيكون الماسك معلومات مهمة معلومات مهمة دكتورة حتى لا أقاطعك سنعود إليها إن شاء الله أكثر بعد فاصل قصير عدنا مجددا مشاهد الكرام البلاد اليوم مستمر معكم لهذه الأمسية طبعا موضوعنا حول كورونا والتطورات المرتبطة حولها من لقاحات ومن سلالات جديدة وأيضا عما تفرضه من إجراءات وقائية في هذه المرحلة طبعا أسعد بأن أعيد الترحيب بالدكتورة ميس عبسي الباحثة في الكلية الملكية في بريطانيا أهلا بك سيدتي مرة أخرى محبت أهلا كنت تتحدث سيدة الدكتورة حول نقاط مهمة جدا حول إجراءات الوقاية مثلما الكورونا هي متطورة ومتحورة وعندها أبديت يعني في كل مرحلة حتى نحن أيضا لازمنا تحيين لإجراءات الوقاية يريتك يعني لو تعيد لنا هذه الإجراءات وكيف نعززها في الفترة هذه كنت كنا نحكي بنسبة للوقاية حاليا هي أهم أمشي لأنه الشيء الذي يساعدنا للحب الآن من انتشار السلالات وخاصة أو الأشكال الجديدة للفيروس الانتشارة سريع هو الوقاية لحتى ما يتم تطعيم أو تلقيه أكبر عدد ممكن من النقات يعني الشيء المخرج لأننا حاليا هي شغلتين الوقاية واللقاء لسبيل الوقاية وهنا ما عم نحكي هلأ نحن بيتصل الشفاء في عنا بعض الأمور اللازم من رعية أول شيء أنه موضوع الماسك على الوجه الماسك لازم ننتبه لنوعية الماسك يعني الماسك اللي هو مصنوع من ماشا عادي ما بيمشي الحال لازم يكون على الأقل مصنوع من طبقتين من القطن إذا كان صناعة يدوية وحتى هلأ حاليا بالنسبة للسلالات اللي عم تنتشر كثير بسرعة كما أتكد أنه بالنسبة لبعض الدول عم تشوف أنه هذا شيء حتى مو كافي لازم يكون ثلاث طبقات من القطن أو يكون مثلا الماسك الجراحي أو الأفضل يكون الماسك اللي هو نسميه ال-95 وخاصة إذا كان في مكان ما ممكن نحن نحافظ فيه على سباعد الاجتماعي أيضا بموضوع نحن هلأ بالشتر الأماكن المغلقة لازم نرعي موضوع التهوية كثير مهم لأنه حتى إذا كنت في مكان مغلق موضوع المترين ما بيكفي لازم تكون مسافة أكثر من مترين حتى موضوع مثلا في حالة وباء فكلمة أنه فعالية 60 و70 ما بتشكل كثير أهمية لأنه الشيء المهم حاليا أنه أنت اللقاح اللحل عم تاخده يقلل من الوفيات وهذا الشيء محقق باللقاحات على الأقل الرائدة وبنفس الوقت أنه يجعل المرض أعراضه خفيفة وهذا الشيء محقق بجميع اللقاحات التي وصلت المرحلة السريرية الثالثة لكن أنه إذا كان توفر اللقاح طبعا بـ 90% فهذا الشيء كثير جيد بس إذا ما توفر فحسب اللقاح المتوفر إذا كان آمن هذا أهم شيء إذا كان اللقاح آمن فيجب أنه أعتقد أنه خطوة كثير مهمة أنه الأشخاص يبدوا يقصر باللقاح كما ذكرت لأنه حتى نوصل إلى ما يسمى مناعة ممكن في بعض الأحيان ما بعرف إذا هذا الشيء سيكون سهل تحقيقه مع السلالات الجديدة لكن كما تسمى نوعا ما أنه بمناعة القطو نعم ربما فيها أسباب لوجستية مثل ما قلت حسب قدرة أي دول على أي دولة على توفير هذا اللقاح لكن فيها أيضا أسباب نفسية دكتورة خصوصا نحن في دولنا العربية مثلا وأعتقد حتى في دول كثيرة حتى هناك في بريطانيا هناك تشكيك في هذه اللقاحات نظرية المؤامرة فعلت الأفعيل يقول لك هذا مؤامرة عالمية وهؤلاء يريدون أن يستغلون يريدون أن يؤذوننا بهذه اللقاحات وحالا من عدم الثقة في هذه اللقاحات كيف نتعامل مع هذا كيف نقنع المواطنين أن هذا لقاح حتى نعالج به هذه الجائحة مثل ما سبقها من الجائحات من قبل صحيح نقطة كثيرة مهمة بالنسبة ل تفضلي دكتورة نسمعك نقطة كثيرة مهمة مثل ما تفضلت بالنسبة لي توزيع اللقاحات بدولة المعينة بيعتمد على توفر اللقاحات يعني على التفصية بيعتمد على سهولة التوزيع بيعتمد أنه فيه ناس عندهم كفاءات مؤهدين لحتى يعطوا اللقاح فعبت أشياء بالكبولية التحتية يتوفر مراكز خاصة للتطعيم لكن بيزيد أيضا على هذا الشيء كما ذكرت كثير مهم أن بعض الناس رفضة تأخذ اللقاح بعض الناس إنما مختصين يشكلكوا أيضا بموضوع اللقاح يعني ناس مصفافين بالمجال الطبي والمجال الطبي فهلا نحن كيف ممكن نتفضل هذا الشيء أنا بأعتقد فيه عندنا الدكتور الطريقة الأولى أنه لازم يكون فيه عندنا توعية بشكل واسع ويومي يعني لازم يكون نحن نعرض أنه ما هو اللقاح ما هو آخر شيء بالعلاجات لازم يكون فيه عندنا دائما بالنسبة للمشافي ممكن نعرض كيف الأشخاص مثلا اللي بمشفى كيف وضعهم كيف الضغط على الأطباء عن بصير مثلا والقطاع الصحي هاي شغلة شغلة الثانية الأساسية بعتقد أنه لازم نكون نحن مبادري نسميه برو اكتف يعني نحن ما نستنى لنظهر الخبر لحتى نطلع مثلا على المثائل الأعلام ونجيب المختصين ونقول لا الإشاعة الفلانية خطأ نحن لازم من الأول نكون في عنا شفافية يعني نحن أصلك مثال أنا مفروض مثلا هلأ صلعنا اليوم أحكي أنا عن اللقاح وبعد أحكي لك اللقاح شو ممكن يعمل شو ممكن يتوقع الشخص الطبيعي أنا متوقع أنه ممكن في بعض الناس يصير عنده حساسية ونحكي أنه هذا الشيء منه أنه منه علمي أو منه صحي والحساسية ممكن بعضها مثلا يكون خطير لكن يقل له مثلا أنه هي النسبة كثير ضئيلة وأنه وفيه معلومة أيضا دكتورة فيه معلومة اسمحيلي فقط فيه معلومة دائما ما تتكرر كل مرة فيه وفيات توفى مثلا خمسة أشخاص بسبب تلقي اللقاح ثم تأتي مصادر صحية طبية رسم تقول الوفيات ليست لها علاقة باللقاح وأنه مثلا دول التي بدأت في تلقيح كبار السن طبيعي جدا أنه نسبة الوفيات وسط هذه الفئة بيولوجيا وعلميا معروفة ومرتفعة عن البقية لكن مع ذلك تتكرر هذه نظريات أكيد فلهيك أنا بقول أنه لازم يكون بالنسبة للغلماء والمختصين وخاصة عن طريق وسائل الإعلام أنه يكونوا هن سباقين بطرح المعلومات وأنه تثقيف المواصل نحكي له من الأول اللقاح كيف يشتغل شو هي الآثار الجانبية نحكي له أنه شو هي نسبة الوفيات ومثلا نقول له أنه اللقاح ما ممكن يكون توافق عليه إلا بعد ما مر على تجارب سريرية يعني اللقاح حتى الآن مر على مئات الألوف من الأشخاص اللي أخدوه فنحن لما نحكي عن نسبة الوفيات هي نسبة ضئيلة جدا وأيضا لا ننسى أنه الأشخاص في بعض الأشخاص همين يعني أنه الوفيات هي شيء طبيعي يعني سواء بعض الوفيات هي وأخذ لقاح أو ما أخذ لقاح هو بده الشخص للأسف يعني كان بده يموت فهذا ما نحن ما نربط أنه سببية يعني أنه أخذ لقاح معتها هو السبب أنه توفى فعرض المعلومات بشكل مسبق ومفصل وشفاف ومن قبل أشخاص مختصين مع ذلك كثير مهم على جميع وسائل الإعلام يعني على السوشال ميديا أنا أحاول قدر والآن دكتورة قبل دقيقة من الختام لو تتوجه إلى المشاهد الجزائري المواطن الجزائري ماذا تقولين له أقول أنه هذا الشيء وباء هو وباء عالمي ونحن إذا ما يمكن الشعوب تظافر جهودها مع بعض البعض لحتى تنهي هذا الوباء ما رح ينتهي وهذا الشيء بيكون مثل ما ذكرت أول شيء تقيد بموضوع إجراءات الوقاية لازم نعرف أن اللقاح هو أحد الوسائل المهمة كثير التي هي مثل مثل العلاج حتى موضوع أن اللقاح يكون آمن وفعال ما وصل لهذه المرحلة إلا بعد ما مر على تجارب كثير كبيرة وموضوع الأمان في اللقاحات هو يعني ما فيه أي تهاون حتى المعايير بتكون أشد كثير من معايير الموافقة على الأدوية فاللقاح لا شك هو أحد الأشياء التي ستساعدنا نحن بتوسيلة للخروج من هذا الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجميع يعود إلى الحالة الطبيعية والحياة الطبيعية وحتى أنتم يعني كباحثين وكطباء تعودون أيضا إلى حياتكم الطبيعية بعد فترة مرهقة أشكرك جزيلا شكر الدكتورة ميس عبسي الباحثة في الكليا الملكية شكرا جزيلا شكر سيدتي على هذه الشروحات وهذه الإفادات شكرا كما أشكركم مشاهدين على كرم المتابعة في حلقة اليوم من البلاد اليوم ألقاكم بخير سلام الله عليكم